كيف نحيا حياة القداسة؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان نحن نعيش في أيام صعبة جداً أو كما يقول كتاب ويل للقائلين للخير شر وللشر خير للظلمة نور والنور ظلمة المعايير المقييس كلها اتغيرت فكيف أستطيع أن أحيا بطهارة؟ بنقاوة بقداسة ولسيما في عصر التعاسي وعصر الشراسي وعصر النجاسي هل أستطيع أن أستمد قوة من الله لأتقدس أكثر؟ فالحلقة هي دعوة للقداسة إخوتي وأخواتي الأحباء أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة المهمة جداً حتى نعرف ما هي القداسة أهميتها عملها ونتائجها وبعض المفاهيم الخاطئة عن القداسة وكيف نتقدس أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا عبر السوشال ميديا أو الرقم الموجود أمامك سأعود بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر